تفضلوا يا بنات تفضلوا ادخلوا وعطوني رأيكم بالمتجر واو يا باربي ما هذا المتجر الرائع انه ماشي رائع جدا يا باربي لقد احببته كثيرا وانا ايضا شكرا لكم يا اخوتي هل تعتقدون انه سوف ينجح؟ نعم نعم بالتأكيد نعم شكرا لكم والان سوف اخذكم بجولة في المتجر وعرفكم عليه نعم نعم يا باربي نحن تحرمسوه والان انظروا هذا قسم الالبسة لدينا الكثير من الموديلات والالوان متعددة والان هنا يوجد لدينا قسم الاكسسوارات وهذه الطاولة يوجد عليها هنا انتجان والحلاق وبعض البندات وهنا الكاشير وسوف اتقرف هنا المحاسبة وهنا يوجد لدينا قسم اكسسوارات ايضا قسم الثاني يوجد لدينا بعض النظارات الشمسية والاساور وايضا بعد العقود وهنا قرفة تفديل الملابس وهذه المرآت ايضا وهذا قسم المفضل قسم الاحذية والحقائب انظروا يا سكيفر وستيسي وشيلسي كم هو جميل نعم يا باربي نعم نعم يا باربي نعم وهنا يوجد لدينا ايضا ملكان لعرض الاسواب والان يا بنات ما وليكم بالمتجر هل سوف ينجح ارجوكم انا خليقة جدا والافتتاح بعد نصف ساعة فقط نعم يا باربي نعم بالتأكيد سوف ينجح انه وظهل جدا لقد احببت كثيرا وخاصة عن قسم الالبسة أليس كذلك يا ستيسي لا انا احببت قسم الاكسسوارات وانا احببت قسم الحقائب يا باربي حقا يا ستيسي مثلي بالضبط انا احببت قسم الحقائب والاحذية والان يا بنات لم يعد هناك وقت ابدا لقد اقترب مع معد الافتتاح والموظفة لم تأتي بعد لقد اتصلت بها وقالت انها سوف تأتي في قدون 5 دقائق ارجو ان لا تتأخر نعم يا باربي لا تقلقي عزيزتي سوف تأتي في الوقت المحدد ارجو ذلك يا اخوتي هيا الان لننتظرها يا الهي يا الهي لم يتبقى سوى 5 دقائق للافتتاح ولم تأتي الموظفة بعد انا متوترة جدا انا متوترة جدا ماذا سوف افعل من سوف يساعدني لا تقلقي يا باربي نحن سنساعدك شكرا لك يا ستيسي لكن نحتاج ايضا من وظفة لدينا كثير من العمل اليوم انه يوم الافتتاح سوف يأتي لكثير من الزبائم يا الهي يا الهي ايناهي لقد تأخرت قالت انها سوف تأتي بعد 5 دقائق وقد مضى الان اكثر من 4 ساعة ولم تأتي يا الهي يا الهي ماذا افعل اذا لم تأتي يا الهي كيف استطيع ان تدبر احد يساعدني اخر 5 دقائق قبل افتتاح يا الهي يا الهي يا الهي ايناهي يا الهي باربي يبدو انه اليوك احنا الباب فعلا يا ستيسي شكرا لك يبدو ان الموظفة قد اتت شكرا لك يا ستيسي لماذا تأخرت يا روبا لقد قلقت كثيرا من كان سوف يساعدني لم تأتي انا اسفة يا باربي لقد اخرت رغما عني حدث امامي حادث سير وقد توقف الطريق لبضع الدقائق حقا خير ان شاء الله يا روبا والان اذهبي الى مكانك واستعدي حسنا يا باربي سوف اذهب الى مكاني هل انتم مستعدون جميعا لقد حان موعد الافتتاح انا متحمسة جدا وقلقة ايضا بنفس الوقت من يتقصير الان سوف ارد على موبايلي اولا ثم نقوم بالافتتاح المحل الو معك باربي اهلا يا تريزا اهلا وسهلا انت استطيع المجيء الان بعد نصف ساعة حسنا لكن لا تتأخري اجل ولا تنسي ان تحضري اقلبائك و جميع اصدقائك ايضا حسنا سوف اغلي مع السلامة يا تريزا اهلا وسهلا هناك خبر سيئ يا بنا تريزا لن تستطيع القدوم الان كانت سوف تملأ المحل هي واصدقائها وسوف يبدو من مكان مستحي وسوف تشجع الزبائن للقدوم يا الهي سوف تتاخر نصف ساعة ارجو ان يأتي الزبائن حتى قبل ان تأتي تريزا هيا والان سوف اقوم بالافتتاح هل انتم مستعدون؟ نعم يا باربي ونحنا متحمسون ايضا وانا متحمس ايضا سوف اقوم بافتتاح المتجر اخيرا بعد بعب شهور طويلة ها قد فتحت باب المتجر والان سوف ننتظر الزبائن باربي لقد مضى ربع ساعة ولم يدخل احد ارجوك يا سكيبر لا تحبطيني انا انتظر انتروا معي باربي هل انت متأكدة انك اخبرتي جميع؟ نعم يا ستيسي اخبرت جميع اصدقائي وجميع الجيران ايضا اين هم؟ لقد مضى اكتر من ربع ساعة ولم يأتي احد يا الهي انا ما اقول لكم سوف افشل هذا المتجر انا قلقة يا الهي اين انت يا تريزا اين انت ارجو لا تتأخر تريزا لا تقلق يا باربي سوف يأتي الزبائن بالتأكيد انت مشهورة والجميع يحبك لكنك بالصراحة افتتحت المتجر بوقت مبكر قليلا هل تعتقدين ذلك يا ستيبار؟ نعم انا قلت لك ان تؤخري الافتتاح ساعة او ساعتين انا قلت ان افتتحه مبكرا كي يأتي زبائن اكثر لا يا باربي انت مغطئة السوق لا يفتح قبل الساعة التاسعة صباحا وانت افتتحت المتجر من الساعة الثامنة قل يا ستيبار هل تعتقدين ذلك عندما يفتح السوق هل سوف يأتي الزبائن ايضا الى متجري؟ اجل بالتأكيد يا باربي سوف يأتون لانه متجر فخم وجميل جدا شكرا لك يا ستيبار لقد عدت ثقتي بنفسي والان سوف انتظر تيريزا لقد مضت نصف ساعة والان سوف انتظر تيريزا لقد قالت انها سوف تأتي بعد نصف ساعة بقي خمس دقائق لتأتي حسنا يا باربي انا سوف انتظرها مايك حسنا يا باربي ارجو ان تجلب تيريزا معها الكثير من الاصدقاء وانا ايضا يا ستيبار ارجو ذالي ستيسي سوف اذهب واقتضر تيريزا مع باربي في الخارج هي يا بنات هي لقد جاءت تيريزا ومعها اول زبوني هي استعدتوا حقا يا ستيبار انتا الى النجل باربي وانا ايضا هي هي اللي نستقبل اول زبوني سوف اقف في المكاني اهلا وسهلا بكم تفضلوا تفضلوا شكرا لك لتلبية الدعوة انت وصديقتك سمار مبروك يا باربي مبروك انه متجر رائع فعلا يسرني ان اكون اولى زبائنا شكرا لك يا تيريزا هيا تفضل وقالكم نظرة عن المتجر نعم بتاكيد شكرا لك يا باربي ارجو ان تعجبكم مضائعنا نعم بتاكيد تبدو موزيلا هيا منا يا ثمر تعالى موسيقى واو يا سمر انها تشكيله من الفساتين الرائعة نعم يا تيريزا ان الفساتين رائعة جدا قد عجبني ماذا الفساتين كثيرا يا سمر نعم يا تيريزا اعتقد انه يليق لك كثيرا هي فلتجربي سوف اذهب الى غربة تفضل ملابس واندي اختار الفساتين لك حسنا سوف ارى ماذا يعجبني موسيقى 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 واو هذا الفساتين رائع جدا سوف اجرره عندما تخرج تيريزا منذرفة 30 ملابس سوف ارى حذاء يليق عليه موسيقى كيف حالك يا سكيبار وانتي كيف حالك يا سمر موسيقى الحمد الله شكرا لك هل تعتقدين ان هذا الفستان يليق بي نعم انه يليد بك كثيرا حسنا سوف ابحث عن حذاء يليق به واو يبدو ان هذا الحذاء الاسود يليق به كثيرا نعم اعتقد ذلك يا سمر حسنا سوف اجربه مع الفستان عندما تخرج تيريزا اجعل اظن انه انتهت موسيقى ما رأي انك يا ستيتين يليق الفستان بي نعم نعم يا تريزا نعم تبدين رايعة جدا واو يا تريزا تبدين رايعة بهذا الفستان انه يليق بيك كثيرا شكرا لك يا سمر فلتختاري حذاء يناسبه اذا اجعل بالتأكيد وانتي ادخلي واجرب الفستان الذي اخترته نعم سوف ادخل في الحال موسيقى مو يا سمر انه فستان جميل ويلب بيك كثيرا شكرا لك يا تريزا وانا احبته ايضا بالتأكيد سوف أأخذه والآن دعينا أن نجرب الأحد حسن في يا بنا لقد اخترت هذا الحذاء مع الفستان يا سمار هل يليق بي؟ أجل يا عزيزتي تنازل نعنك بك كثيرا وإذا اخترت هذا الحذاء الأسود مع الفستان هل يليق به؟ نعم كثيرا يبدو أن متجر باربي سوف يصبح متجر ينفضل نعم نعم وانا أيضا لقد أعجبتني جميع المنابس والفساتين ما رأيك يا تريزا وانا أيضا أعبطت كل الفساتين انظروا انظروا لقد جاء المزيد من الزبائن هيا بنا فلنأخذ أغراضنا ونحاصب عليها قبل أن تزداد زحمة المتجر حسن حسن انهي فلنبدل منابسنا أولا هيا بينا انا أهنئك يا باربي على هذا المتجر انه رائع فعلا شكرا لك يا سمار أتمنى أن تعجبكم بضاعتنا نعم يا باربي اخترتنا هذه الفساتين وهل اخترت محذية أيضا نعم بالتأكيد إنها عند المحاصبة والآن يا باربي سوف نحاصب على هذه الفساتين والأحذية حسن سوف تكون محاصب عنده روبا روبا لا تنسي ان تضعي لهم خصم مناسبة الابتتاح حقا يا باربي يوجد خصم أيضا طبعا يا عزيزتي مناسبة الابتتاح شكرا لك سنزق ونحاصب عليهم على الرحب والساعة تعالوا كل يوم أكيد سوف أعطي كل يوم إنه فساتينك رائع جدا يا باربي هيا تريزا هيا 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 مبروك يا واربي افتتاح المتجر شكرا لك تفضلي مرحبا يا باربي مبروك افتتاح المتجر شكرا لك تفضلي مرحبا يا باربي أهلا وسهلا تفضلي مبروك افتتاح المتجر الجديد شكرا لك أتمنى أن يعجبك المتجر بالتأكيد سوف يرجبني سوف أرعي الإكسسوارة مرحبا يا باربي مبروك افتتاح المتجر الجديد شكرا لك يا ستيسي لا أنا زبوني حقهم شكرا لك يا زبوني إذن مبروك يا باربي افتتاح المتجر الجديد وهل أنت أيضا زبوني أم أنت سكيبار مث نايمان حسنا على كل حال مبروك يا باربي انظري لقد امتلأ المتجر من زبائن كما قلت لكي نعم يا سكيبار الحمد لله لقد جاء العديد من الزبائن الحمد لله انظري ويبدو أن هناك المزيد من الزبائن قادمون انظري حسنا سوف أقف هناك يا باربي أنا وستيسي نعم شكرا لكم باربي 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 مبروك افتتاح المتجر الجديد سوف أأتي كل يوم وأشتري من عندك يا لهم المتجر رائح يا باربي واو انظري هناك عديد من الزبائن واو جميع القطع رائحة سوف أذهب وتفرج عليها هيا هي بنا يا ريم تعالي معي مبروك يا باربي إفتتاح المتجر إنه جيد لا بأس به شكرا لك يا راكل الجميع قال لي أنه متجر رائع جدا مرأوك أنت يعني ام لا بأس به يا باربي تنقصه بعض اللمسات حقا يا راكل سوف أنظر للموضوع اخ منك يا باربي لقد صبقتني لهذه الفكرة أيضا أنت تنجحين في كل شيء سوف أفتح متجر وأنا وفزك به سوف ترين يا باربي وسوف أزرع لك بعض الجواسيس أيضا على كل حال مبروك يا باربي سوف أذهب وأرى الحقائم حسنا بالتأكيد تفضلي يا راكل تفضلي أحسنت يا باربي أنظري المتجر كيف انتلأ بالزبائن لقد قلت لكي صباحا أن لا تقلقي إنه متجر رائع وسوف يجذب الكثير من الزبائن نعم يا سكيبر شكرا لكي الحمد لله لقد حققت حلمي وافتفحت متجر الخاص وأخيرا وإن شاء الله سوف يصبح لدي الكثير من المتاجر شكرا جزيلا لكم يا أخوتي على دعمي دائما شكرا لك يا باربي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة